الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم أحمد الله سبحانه وتعالي والإخوة والأخوات تنصر هذا اللقاء معكم وأسر الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا أنا والله فرحان اليوم كثير جدا فرحان لأني التقيت بكم ولما جئت ونحن في هذه الأيام الناس في إجازات وربما بعض يعني يذهب مع أهله ومع أولاده ظلنت أنني ربما لا أجد إلا عددا قليلا فإذا ما شاء الله المسجد يمتلك بهذه الأعداد الطيبة والإخوة أيضا يتزاحمون في الخارج وعلى الدرج فأسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء ويجعلنا وياكم مباركين أينما كنا يا رب العالمين أنا مباركين أينما كنبي لا يحفظكم فأسأل الله أنناك church لعنى ك guided كنا وعدي موسيقى لا يوجد مدهب في الالم لا يوجد مدهب الإلحاد إلا في السنين المتأخرة خلال ربما ما لا يزيد عن عشر أو خمسة عشر سنة بدأ يظهر شيء اسمه مدهب الإلحاد وهم الذين يعتقدون أنه لا يوجد إله صحيح هو خرج في أيام الشيوعية في روسيا لكنه لم يكن له انتشار الشيوعية بقيت في روسيا وفي ما حولها أكثر من 73 سنة لكن لم يكن له انتشار كبير في العالم اليوم بعد وجود القنوات وجود الإنترنت ووسائل التواصل بدأ ينتشر بين الناس مثل هذا المدهب الذين يدعون أنه ليس هناك إله وأن الإنسان تطور وكان أصله قرد إلى آخر ذلك حتى إنه أحدهم جاء لمرة في بيتي وكان هو ملحد وقلت له طيب نحن كيف وجدنا في الدنيا من الذي خلقنا؟ فقال نحن كانت أصولنا قرود وقال عن نفسه قال أنا جدي وجد جدي كذا كانوا قرود ثم أصبحنا إنسان وقلت والله يا أخي أما أنا فجدي ما كان قرد كل واحد أعرف بجده أنا جدي كان إنسان عادي واللي قبل إنسان واللي قبل إنسان حتى نصل آدم عليه السلام لكن أنت أعرف بجدك ما أدروا الله إذا جدك قرد هذا أمر راجعني فالله جل وعلا خلق آدم عليه السلام إنسان إني خالق بشرا من طيب قال الله للملائكة إني خالق بشرا ما قال إني خالق قردا إني خالق بشرا من طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين خلق الله تعالى آدم عليه السلام وجعل له زوجة اسمها حواه ثم جعل الله تعالى النسل يتناسل من آدم وحواه وخلق الله تعالى بعد ذلك جميع ما في الأرض وسخره الله تعالى للإنسان كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه خلق الأشجار خلق الجبال خلق الحيوانات خلق الله تعالى كل شيء وجعل الإنسان خليفة عليه ولذلك كل من يدعي أنه لا يوجد إله وحسب إنه لا يدعي إلى اليسان ولكنهذا يوجد الإنسان فيه رقال買ي أنه مصادقة إنه هناك إله وأنه هناك خالق والعالم نعم 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 نعم